بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم عن درس من دروس الصرف اللي هي إبدال الواو أو الألف الأول ألف واو أو الألف يا إبدال ألف واو أو إبدال ألف يا إمتى الألف تتقلب واو؟ إمتى الألف تتقلب يا؟ قال تبدل الألف واو في ثلاث موضع الألف هتتقلب واو الألف هتبقى واو في ثلاث موضع إنت ما يجيلك سؤال زي ده كده هتأكد على نقطة مهمة أوي إنك مبدئيا هتبقى عينك على الكلمات اللي فيها واو يعني ما يقولكش مثلا الألف يا واتجيب له كلمة مفاشية الألف واو لازم أن تبقى أكيناك أن في كلمة الكلمة اللي أنت شغال عليها فيها واو إمتى بقى مبدئيا أن الألف تتقلب واو؟ قال رقم واحد عند جمع وزن فاعل على فواعل أو فواعي يعني إيه بقى؟ يعني أنا مثلا عندي كلمة إيه؟ وليكن كلمة فارس فيها ألف إيه؟ فارس إلى ألف الثاني إيه أما أجمحها على وزن فواعل هي فارس ده على وزن فاعل أما أجمحها على وزن فواعل هقول إيه؟ فواه فوارس شوفوا الألف كهيه؟ أهي؟ تقلبت لإيه؟ لوو طيب أما الألف الثاني دي بتاعت إيه؟ قال دي ألف الجمع لما جيت جمعت زودت ألف رقم ثلاثة أو مثال الثاني أهو عالم أهو عالم أو عالم عالم أهو عوالم ألف الثاني هيت تقلبت لإيه؟ لوو يبقى رقم واحد عند جمع وزن فاعل على فواعي اتنين قال اتنين عند إذا عرضها ضم ما قبلها عند بناء الفاعل المجهول يعني إيه عرض ضم ما قبلها عند بناء الفاعل المجهول قال لي يعني مثلا عندك فاعل زي ساهمة لما تجيب دي بن الفاعل المجهول ركز معي هو لو ماضي هيضم أوله يضم أوله ويكسر ويكسر ما قبل آخره هيضم أوله ويكسر ما قبل إيه؟ آخره يعني فاعل زي ساهم هتضم أوله وتكسر ما قبل آخره تقوم الألف ده هي يعرض ضم يعني إيه عارض يعني مش حركة أصلي عارض ضم ما قبله تقوم الألف تتقلب لواو وتبقى إيه؟ سوهما كذلك عاند ها أبناء اللي ما قلت بايه؟ قال لي بالألف ده هي الواو هي عوند يبقى إذا عارض ضم ما قبلها عند بناء الفاعل للايه؟ للمجهول طيب ساهمة سوهما شاركة شاركة ها هاوله ايه؟ هضم أوله ويكسر ما قبل آخره الألف بقى قبلها مضموم تبقى إيه؟ شوركة شاركة تبقى إيه؟ شوركة رقم ثلاثة قال لي برضو نفس الفكرة عارض ضم ما قبلها عند التصغير إذا عارض ضم ما قبلها عند الايه؟ التصغير طبعا أما باجا صغر بصغر إزاي؟ قال لي ها يضم أوله لو أنت فاكر من تاني ها أما باجا صغر صغر إزاي يضم أوله ويفتح ثانيه ويفتح ثانيه ويضاف يا ثالثة ساكنة يعني مثال كده قال لي كلمة كتاب أو قصدي عندي كاتب أصغر إزاي؟ أضم أوله وافتح ثانيه واضف يا أسا لسه سكين طب الألف ده ها بقى اللي قبلها مضموم تبقى تصغيرها إيه؟ هاو قوي قويتب تصغير كاتب إيه؟ قويتب ليه؟ قال لي عرض ضم ما قبلها عند التصغير يعني عرض ضم ما قبلها؟ يعني اللي قبلها بقى مضموم شاعر أو ها شاعر ها صغر إزاي؟ أضم أوله ها وافتح ثانيه واضف يا أسا لسه تبقى إيه؟ ها شوي عرض ضم ما قبلها أنت تصغير يبقى تين إمتى الألف تبدأ لي قال لي الألف تبدأ لي في كم موضع؟ في ثلاث موضع عند جمع وزن فاعل الكلمة على وزن فاعل ها هجمحها على وزن إيه؟ فواعل يبقى الكلمة على وزن فاعل وأنا هجمحها على وزن فاعل وعرض أضم أول حاجة جمع فعل على فوعى أو فوعي فارس فارس ألف اثنانه أنا قلت على البلاغ اثنين عرض ضم ما قبلها عند بناء الفعل المقهول يعني إيه عرض ضم ما قبلها عند بناء الفعل المقهول؟ يعني أنا كده كده هجمhm الفعل المقهورة ساهمها سوء هلما هضم أوله وقصر ما قبل آخره أضمن الألف تHigh ما بقيه؟ لوا كذلك إذا عرض ضم ما قبلها عند التصغير يعني إيه؟ ماذا صغر برضو ها اقول كاتب او قدوم اوله قويتم طب ده بالنسبة لقلب ها ابدال الالف ايه الالف واو طيب امتى بات تبدل الالف ياء امتى الالف تبدل ياء قال لها تبدل الالف ياء الالف تبدل ياء في موضعي رقم واحد قال اذا عرضها انكسار ما قبلها لو حركة اللي قبلها بقت مقصورة زي ايه مسلا قال لها عندك كلمة مفتاح كلمة مفتاح لو انا هجمعها خليك دايما عارف انك لما تيجي تجمع هتضيف الف رقم ثلاثة يبقى انا هزود الف هناو يبقى انا هزود الف هناو كده هزود الف طيب اتهى هتنكسر تقوم الالف ده هي تتقلب لي اياه يعني جمع مفتاح ايه هقوله ايه مفاتيح اتهى بقت مقصورة يقوم الالف اللي بعد اتهى هاي الالف اللي كان بعد اتهى تتقلب لي ايه ليه مسال تانا مصباح عينك على الالف دي شوف الالف دي فان قبل الحاة انت هتزود الالف هناو بعد الصاد وهتكسر البيه لما تكسر البيه هتقوم الالف تتقلب لي ايه ليه يبقى مصباح ايه مصابيح تقوم الايه الالف اللي بعدها تقلب لي ايه ليه يبقى مفتاح ها مفاتيح مصباح مصابيح دي بقى ازا عرض انكسر ما ما قبله اتنين قال لي ازا وقعت وقعت بعد ها ياء الايه التصغير ازا وقعت بعد ياء التصغير يعني ايه وقعت بعد ياء التصغير ما احنا لسه ينحنا لما جنصغر هيضم اوله ها ويفتح ثانيه ويضاف ياء ثالثة ايه ساكنة طب مثال كده قال علا عندك كلمة كتاب عما اجل صغر كلمة كتاب اقول ايه هضم اوله افتح ثانيه اضيف ياء ثالثة ساكنة والالف ايه بس نبادل الالف وقعت بعدها التصغير الف الحالة دي هتتقلب لي ايه ليه وتتغفقها كتيب تصغير كتاب ايه كتيب مثال كمان او غزال كلمة غزال هعمل فيها ايه الله هضم اوله افتح ثانيه ها واضيف ياء ثالثة ساكنة بتقوم الالف ده ايه ده اه اضم اوله افتح ثانيه اضيف ياء اهو ثالثة ساكنة والالف ده ايه هتقع بعد الياء تقوم تتغفق لي بلياء تبقى تصغير غزال ايه غزيل تصغير غزال ها غزيل يبقى تاني يبقى اهه امتى تبدل الالف ياء الف موضوعين بس اول حاجة اذا عرض انكسار ما قبلها يعني ايه عرض انكسار ما قبلها يعني اصلا اللي قبل الالف كان مفتوح هي كانت كلمة مفتاحة مفتاح اللي قبل الالف كان مفتاح كان قبلها الالف اللي قبلها كانت مفتاحة لما جيت اصغرها اتهت حولت لقصرة بقت مفاتية تمام طب ما تحولت اتهت لقصرة الالف اللي بعدها اتقلبت لي ايه لياء اذا وقع بعد الياء التصغير يعني كلمة كتابه اما جاء اصغرها اضم اولها وفتح ثانية واضيف ياء ثالثة ساكنة الالف ده هي تقع بعد الايه بعد الياء الساكنة فتقوم تتغم فيها وتقلب لياء طب سؤال مهم اوي يقولك ايه ما حكم تصغير هنا بقى يقوم ربط الموضعين ببعض محكم محكم تصغير ما ثانية الف وما ثالثه الف سؤال ده مهم اوي اوي او اوي محكم تصغير ما ثانية الف وما حكم تصغير ما ثالثه الف ثانيه ألف وثالث ألف دي ثانيه ألف يعني حرف الثاني فيه ألف زي كلمة مثلا كاتب وثالث ألف زي كتاب او السؤال يجيب طرق تانية يقول لك ليه الألف تقلبت وهو في كاتب وليه الألف تقلبت يأ في كتاب مع حكم تصغير ما ثانيه ألف وما ثالث ألف كاتب وكتاب قال لي بالرحة معايا كده كاتبا ما جاء صغر هضم أول صح الالف جات بعد الضمة تقوم تتقلب لواو تبقى قويتب تصغير كاتب ايه قويتب ليه قلبت الالف لواو لانها عرض ضمة قبلها يبقى السؤال بقى اشكال اهو ليه قلبت الالف لواو اقول لانها عرض ضمة قبلها طب ليه تصغير كاتب قويتب اقول له برضو لانها عرض ضمة قبلها طب وتصغير ما سانيه الاف اقول له اصل الالف ده هتقع بعد ايه بعد الضمة فتقلب الى ايه الواو طب تعالي على كتاب أصغره هضم أوله وافتح ثانية واضيف ياء ثالثة سكنة تبقى كتاية الألف راعت فين قالي الألف ده هي وقعت بعد ياء لأنها هزودها الثالثة فتقوم تتقلب ليه ليه وتضغم فيه يبقى تصغير ما ثانيه ألف تقلب الألف فواو وتصغير ما ثالثه ألف تقلب الألف ليه إلي ياء طب ليه الألف تقلبت فواو في كاتب لأنها عرضة مما قبله وليه تقلبت ياء في كتاب لأنها وقعت بعد ياء التصغير